بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقع حفظه الله ورعى برقية تعزية وموسى إلى أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقتل واحد وعشرين مصريا في ليبيا هذا نصها فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقع الرئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الجريمة الإرهابية النكراء والتي راح ضحيتها مواطنون مصريون أبرياء على يد تنظيم داعش الإرهاب في ليبيا وإننا إذ نعرف عن خالص تعزانا وموساتنا لفخامتكم ولشعب المصري الشقيق ولأسر ضحايا هذا العمل غير الإنسانية البغيض لندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يهلمكم وذويهم الصبر والسلوان مؤكدين لفخامتكم ولشعب مصر الشقيق استنكار مملكة البحرين حكومة وشعبا لهذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي يتنافى وكل الأشرائع والأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية وإداناتها للإرهاب والقتل والتخريب بكل سوره وأشكاله وقوفها وتضامنها مع مصر العزيزة في اتخاذ ما تراه من إجراءات إزاء هذه الأعمال والجرائم الإرهابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزيات ومواساة مماثلة إلى أخي معالي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري معربا فيها عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا هذا العمل الإرهابي